عدنا من جديد أعزائي مشاهدين لأرحب بضيفي العزيز الكابتن كريم علي أصغر محلل رياضي في مصر بالف الوطن العربي أهلا سأنا بك زكاس أصام ليك وحشة كبيرة جدا جدا وطبعا يعني لو نفتكر لما جيت أبدأ في 2017 في مجال الميديا ومجال الرياضة كنت مع أصام بي فكنت في جديد الوسط الدولي فطبعا ده كان شرف كبير ليا فطبعا إني استعيد بأبناءه تاني فدي كانت حاجة يعني بجد يعني أنا فخور جدا أنا معاك جدا نهاردة وبرنامج ناجح وإن شاء الله خير بإذن الله أهلا بك يا أبتاد بداية ما هي توصياتك ومقترحاتك في تطوير الكرة وخاصة كرة القدم في مصر أبصى مبدئيا إن قرة القدم في مصر يعني 99% مش برافاشنل يعني مشغلين بطريقة برافاشنل لو جينا نبص برا مصر في التزام في نظام ليه نظام للأكل نظام للشرب نظام للتمرين هتمرر إمتى هلعب إمتى هشارك إمتى هعود إمتى هيروح البيت هعملي بس هنا في مصر ما فيش وده ما بيرجعش الولد ده بيرجع للمدرب اللي موجود أو المدير الفني لإن ما بيكونش على مستوى برافاشنل لإن للأسف بيقينة دلوقتي أي مدرب هيكون موجود في أي مكان ببنشوفش السيفي بتاعه وبنشوفش زكان هو عنده هو الكادر فعلا هو ده اللي يقدر يشوف الطفل أو الولد اللي عنده يحتاجي يوصل له المعلومة كويس فدي للأسف يعني الكرة متأخرة في مصر بسبب اللي إحنا ما عندناش الفكرة البروفاشنل الفكرة والتطويل في كرة القدم اللي أنا إزاي أعرف أستغل الولد يعني إحنا لما ربنا كرامنا بصلاح وإنني فيه كوادر تانية وخصوصا لو اتجهنا للسعيد أستاذ عصوام من هلبدأ مثلا هنسيان المينيا سيوت سهاج إنا لقصر أسوان فيها لعيب كرة يعني فيها زخائر من النجوم بس للأسف مش عارفين نستخدم الزخائر دي فدي للأسف بتبقى نقطة نقطة البداية يعني بنطلع نطلع بالكرة القدم بنطلع بنتطور بالدورة المصري بنتدور بالكرة في مصر بيبقى فيه تطوير بروفاشنل بس للأسف بنرجع لنقطة البداية تانية كلها همينها دلوقتي اللي إحنا بنركز في الدورة الممتازة لأ أنا عندي لعيبة في القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع أبص على الناس دي كان زمان يمكن على أيام جيلك أنت كده في التسعنات أو الألفنات قال بالله في الألفنات كان في حاجة أسماء الكشافة يمكن حضرتك تعرف أشاف الزهرات والجوالة والكلام ده كان بينسي نبص في الصعيد الصعيد مطلع نجوم كبيرة جدا لو جينا نحسب مش هيكفينا حلقة ولا اتنين بس للأسف إحنا في مصر اتجاهنا اتجاهات غير عادية خالص اتجاهنا اللي إحنا نركز في مصر لا الصعيد في زخائر وفي كتاب من نجوم لو جينا نبص مثلا سيان مثلا رحنا سهاج رحنا إينا الأماكن دي فيها لعيبة والكورة مليانة يعني أنا نزلت في مرة رحت أسوان ورجع أسوان تاني الأسبوع اللي جاي عشان أبص على أولاد حاجة بجد يعني هنلاقي منهم صلاح شيكبالة معطلعة برضو من أسوان في ناس ما بتقدرش تيجي المسافات أو تقطع المسافات دي لإني الأحمال المادية والعب الاجتماعي بتاعه يعني مش دون المستوى لهو ما عندوش القدر هو يقدر ييجي مثلا من أسوان أو لأسرة وإنة أو سهاجة أو أسوت فإحنا لازم نروح لهم فده سبب تأخير كرة القدم وخصوصا إن المدربين للأسف المدرب اللي بيجي لك ما بتعرفش هو إيه سوى كانتش تغل فين أو لعب فين أو رح فين فدي كارسة بتقابلنا كبيرة جدا كارسة إن المدرب اللي جاي بيشتغل لا أعرف هو اشتغل فين رقم واحد رقم اتنين عندو الكادر البروفيشنال ولا لا هل هو تعامل قبل كده ولا لا لعب فين عارف يعني إيه ملعب عارف يعني إيه كرة عارف يعني إيه أوصل للولد معلومة إنت إزاي تلعب في الملعب إزاي تتحرك إزاي تلعب للأسف المدربين رأتي بيجوا في الملعب يقضوا واجب دي دي مشكلة بتواجهنا المدرب بيبقى جاي عايز يقضوا وقته لا يا عمي إنت نازل يا كوتش أو المدير الفني أو سياني اللي موجود لازم أنزل أكون يعني عمل ضميرك شوية للأسف تسعين في المئة من المدربين اللي موجودين في الأكاديمية ومدرس الكورة عايز يجي يقضوا وقته تبدأ بالنسبة للمدرب لكن بالنسبة لصفات واسمات اللاعب الموهوب بص هو اللاعب الموهوب دي بترجع برضو حيث الزكاء المدرب أنا بكون قاعد يعني فيه الاختبارات بتتعامل في بعض الأندية بتاعت الشمسية ودي للأسف دي كارسة بتواجهنا كتير جدا ويروح نشوفنا في الأهلي ويروح نشوفنا في أندية تانية بدون ذكر أسماء أندية بنروح نلقى المدربين قاعدين عاملين كده لا قوم شوف الولد لعله عاسى يكون هو ده إنما أنا ما استناش لأ ده المدربين تبقوا قاعدين فإحنا بين ناشد أي رئيس نادي إن كان المستشار مرطلة منصور وإذا كان مثلا محمود الخطيب أي إن كان رئيس نادي لازم يكون أختار الكفاءة عشان كده لو نرجع من نقطة البداية قلنا نختار مدربين على كفاءة مدرب عايز يعمل حاجة مدرب فعلا بجد بيعمل ضميره بس للأسف عشان أختار ما هو يبقى الولد بيبان من ثلاث قوادرة في ثلاث حاجات بنيانه الجسماني هل هو الوزن المسالي ولا لا رقم اتنين تحرقاته في الملعب تحرقاته في الملعب هي اللي بتصير لزيكن الولد ده ما هو ولا لا ولمسته للكورة عنده لمسة جمالية ولا لا أسنان الولد بيتحرك يعني سيان مثلا الكورة مثلا ناحية الريت فالكورة مثلا في وسط الملعب تحرقاته هنا بيبان المدير الفني أو المدرب بيبص للتحركات نفسها الولد بيكون زكي يعني فيه فيه ولاد بيجينا في الاختبارات أنا حاليا موجود في والدي كمدير فني لبعض الفرق الالفين والالفين واحد والالفين واثنين واثنين لما كان بيجينا الولد كنا بنقوم نوقف نبص ونشوف الولد ده تحرقاته عاملة ازاي بيبان من لمسة الجمالية بياخد كورة ويروح هل عنده جراءة للجون ولا لا يعني بيبان ان الولد عنده موهبة من خلال لمسة الكورة بنيانه الجسماني تحرقاته للكورة بيبان بيبان كتير قوي يعني بيكون مهاري بس للأسف احنا بنديش وقت للولد كافي ان احنا نبص عليه كويس طيب قبل يا كابتن كريم ما نختم اعوزان نصيحة تقدمها للرؤساء الاندية والمدير الفنيين والمدربين العموم والأصحاب المواهد الوقت ما سعناش وان شاء الله في حلقة جاية عايزين نوصل للناس اللي احنا يكون عندنا زو خبرة لازم نكون خبرة انا عندي معايا مدير فني الحراس مارمى او مشرف فني الحراس مارمى سوى كابتن فؤاد وقبة ده عنده فاكرة بروفاشنل فان شاء الله هنحاول اللي احنا يكون موجود هو مشرف فني لقطاع حراس المارمى في نادي ايديا الجولدين عنده فاكرة بروفاشنل نجيب كواكادر زي ده نشتغل عليه ونجيب كادر سيان مثلا من اهلي من زمالك فلازم يعني نعمل عادة هيكلة تونيفها كده اه نعمل عادة هيكلة للمدربين سيان المدرب اللي جايلي اعرف هو مين اشتغل فين عمل ايه ولازم نعمل زي كورسات او وحدات تدريبية للمدير الفني للمدربين محتاجين اللي احنا نعمل لهم عادة تأهيل نفسي تأهيل بدني تأهيل قدرات فالمدرب اللي جايلي قبل ما ينزل الملعب لازم يكون عنده الخلفية الكافية انا ماخدش المدرب ونزل على الملعب لا اعود معي فيه انترفيو فيه اللي انا بديله كورسات باعت بوري لازم تكون عندنا الثقافة بس هو جاي من خلال السيرة الزيتية السيرة الزيتية بس بصة السادس عصام الفكرة عندي هنا في نقطة معينة مش عازة طول برضا لحضرتك ان المدرب اللي جايلي بص احنا عندنا نقص في الثقافة ما عندناش الثقافة الكاملة او الوعي الكامل ان انا هتعامل مع ولد سنه خمس سنين لعشر سنين هتعامل مع ازاي سنه من سبع سنين لثمان سنه هتعامل مع ازاي فهنا بترجح للثقافة الثقافة بتاعتنا قليلة جدا ما عندناش الثقافة ما بنذكرش كرة القادم بيئي الدراسة وليس لعبا حاليا كرة القادم تسعين في المية منها دراسة لازم ادرس ولازم يكون عند الثقافة ولازم ازرع الثقافة في الولد ولازم اقوله لازم تبقى موجود وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجة كويسة بس ده مش لوحدنا ده برضو بيبقى بدوري الاعلام كادر زي حضرتك سيان كادر تاني فلازم نقف واقفة جملة جدا عشان نشوف الكادر الرياضي عايزين نطلع صلاة وعايزين نطلع عنيني مشاكري يا كابتان كريم ان شاء الله على العمل ان شاء الله بيزيلا تعالى في حلقات قريمة ان شاء الله حبيبي ان شاء الله صحوم انا واشكرت وشكرا جزيلا واشكر برنامج الاستاذ وجمهور وشكرا جزيلا جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا